بتاريخ 24 أربعة وبرعاية دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير التجارة وتنفيذ الدكتور حيدر نوري القرعاوي تم انطلاق الموسم التسويقي في محافظة الأنبار موسم البركة والإبداع كما أحببنا أن نسميه في مواقع فرع الشركة العامة للجارة الحبوب الشركة العامة للجارة الحبوب فرع الأنبار يوجد لديها أربع منافذ لاستلام موسم الحنطة اللي هي سائل الرمادي ومجمع الرمادي الجديد ومركز تسويق آنة ومركز تسويق الخيرات حيث باشرنا حاليا باستلام الحنطة المسوقة من قبل فلاحية محافظة الأنبار طيب كافية هذه المراكز لاستلام المحصول إن شاء الله كافية ليستعاب كافة الكميات سيد العزيز إن شاء الله كافية ليستلام كافة المحصول المنتج في محافظة الأنبار طيب بالإضافة إلى استنفار كوادر الفرع بكافة المواقع إن شاء الله وعمل دوام 24 ساعة من أجل التخفيف الكاهل والعبع عن فلاحنا في محافظة الأنبار طيب في تقرير عمر دوليمي شاهدنا الصومعات والأماكن التخزين لكن نتحدث عن تأثير الأمطار عن هكذا آلية متبعة في عملية الاستلام والتخزين هل أثرت؟ في اليوم الثالث لا لم تؤثر علينا لكن قللت من كمية الاستلام لكن الخزين مؤمن بصورة جيدة والعملية تسير بصورة صحيحة ومستمرين بالاستلام والمحافظة على الخزين في آن واحد طيب فيما يتعلق بطابور الشاحنات نتحدث في السنوات السابقة كانت لدينا يعني ليست مشكلة وإنما زخم كبير في موضوع الطوابير طوابير الشاحنات المنتظرة لتسليم المحصول الآن في هذه السنة كيف تبدو هذه الآلية انسيابية الوصول الشاحنات بكل سهولة للصوامع والمراكز حتى يتم تسليم المحصول سيد صالح توجد لدينا خطة مرسومة من قبل إدارة الفرع بحيث انه انسيابية دخول الشاحنات بصورة سلسة وبصورة سهلة وبحيث انه الفلاح يجيب يستسلم المحصول والاق بكل بساطة وبدون أي عوائق تذكر بالإضافة إلى ذلك انه مستنفرين كافة الجهود من أجل انه تنظيم السراء لدخول الشاحنات في كافة المواقع وعدم في كافة المواقع والعملية تسير بصورة سلسة ومؤمنة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر